انضم أربعون أسيراً فلسطينياً في سجن مجدو إلى صفوف ألف وخمسمائة أسير آخرين يخضون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي احتجاجاً على ظروف أسرهم وقد تواصلت الفعاليات المتضامنة معهم في عدد من المدن والقرى بالضفة الغربية وأيضاً في قطاع غزة يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع عركة الأمعاء الخاوية إذ يدخل إضرابهم المفتوح عن الطعام يومه السابع على التوالي احتجاجاً على انتهاكات إدارة السجون ورفض الاستجابة لمطالبهم بتحسين ظروف اعتقالهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أكد أن وطيرة الإضراب التسعت والعدد بدأ يتزايد بعد انضمام أفواج جديدة من الأسرى ليصل إلى نحو 1500 أسير وفي المقابل بدأ السلطات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الإجراءات القمعية فاستخدمت سياسة العزل الانفرادي لعدد من القيادين الأسرى وعلى رأسهم مروان البرغوثي ووجدي جودة وكريم يونس وأنس جرادات كما اقتحمت زنازين الأسرى المضربين مستخدمتنا الكلاب البوليسية كل ذلك لم يفلح في إضعفهم أو إجبارهم على فك الإضراب وأظهرت حفلات الشواء التي أقامها المستوطنون بجانب السجون حجم العنصرية والإجرام لديهم كما كشفت عن مدى تأثير الإضراب على الكيان الصهيوني بجميع مكوناته إضراب الأسرى عن الطعام كان على الدوام عاملا موحدا للفلسطينيين في الداخل والخارج فالضفة الغربية وقطع غزة تشهد اليوم مظاهرات احتجاجية وتضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام حتى إن عددا من أهالي الأسرى والناشطين الفلسطينيين أعلنوا إضرابهم عن الطعام تضامنا مع الأسرى وتشهد دول عربية وعالمية فعاليات ومسيرات تضامنية مع الأسرى في معركتهم من جانبها أكدت دول حركة عدم الانحياس في بيان أصدرته يوم أمس تضامنها الكامل مع الأسرى المضربين ورفضها المطلق لإجراءات سلطات الاحتلال بحقهم مشددة على حقهم في أن يتم احترام مطالبهم وحقوقهم وفق القانون الدولي ودن البيان الاعتقال والسجن غير القانوني والتعسفي للمدنيين الفلسطينيين من قبل إسرائيل بما في ذلك النساء والأطفال وحزهم في ظروف قاسية وغير إنسانية وتعرضهم لسوء المعاملة الجسدية والنفسية مجددا دعوته لسلطات الاحتلال للإفراج عن الأسرى ومطالبا المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي دعوته لسلطات الاحتلال